المهم ما غدون السيطاني ساقولنا سيقولني أبدا نسابنا الشيطان بالمرساط الشيطان بالمرساط أكدنا هم أحبقين ديني لن نغني أمنا لا ممجدن فب أنه في دننا رمنا فالإنسان لا بد أن يكون منتبها لهذا العمال وكذلك من ما يعين على الإخلاص ودفع الرياء آيان المجاهدة مجاهدة النفس فالإنسان يجاهد نفسه على الإخلاص وأن يجاهد نفسه على دفع الرياء آيان سريني يقولون سيلا نجهاد بك دو كنت أعونا عنا نجهاد ننسبري خلاسي وعلى الله سبحانه وتعالى الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فانياننا أقولنا ندقى من دوقتنا يقول أنت أن الإنسان ليس طوق أن يفاجأ بشهوة خفية يعني سريني تكيكا ما ننجوتي دعم هو غنتين كتا ننجا يسون دمين وأن الله جكي دينا أن الله سرنقور دينا أن الله سرنطق سرقون دينا فسرسوغار طب يفاجأ بحذر سرسوغار الله جرى بنتي الله جرى بنتي كم كم فيه المشكلة لكن من قال المشكلة أن الله جرى نانيان سيستمه هذا المشكلة ومن فوجئ بشهوة خفية فعليه أن يدفعها النفسه وأنت جد وأنت تشهد وأنت تستعين بالله عز وجل وأنت دعو الله عز وجل في خلواتك وجلواتك وفي أهوالك الخاصة وكذلك يظينه لا يشهر ومسهر هذا المهم جدا جدا فعليه فونا من يطوله عندما تنسى ثم يكون من من أن أحسن بحاجة ايتم ما تنسى نسأل ومسهر ولن تشهر ونهل ومن ومن يطأ فأنا أذكر لكم هنا قصة قال علي بن بكار رحمه الله تعالى أتي لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى فلان أتي أخاف أن أتصنع له أتي أخاف أن شيطاني ماللمار أخاف أن نلقى أخاف أن نلقى أشعر بشيء من التكلف ومن الرياع وقال علي بن حسن رحمه الله ورضاه عنه أتي فأنت بلغ فضيل بن أياض أن جريلا يريد أن يزوره فأيتراني فضيل بن أياض أتراني كاتول أن أمنى يلي بغانا أتعلم أنني قال لقنجل لها أتعلم أنني قال لقنجل لها فأتعلم أنني كلاما لها لا تأثير عندك كان ما سائح فأتعلم أنني إذا أسمك أنني جريد رجل صالح يغسر جناتي وأدي بغانا ماذا سأبعك موانياني أتي فبلغني ذلك أتي إقاري كتا فأتعلم أنني لماذا فعلت هذا يا فضيل أتي قال ما تصنع بي يظهر لي محاصن كلامه أتهيرة اتفهم لخفض الشغي وكثير وكثير قلة تحيرة أن نحن يظهر لي يعمل أتعلم لا إذا كان المسرح أحساسي إن كتابعون مدعمت بالإخلاص فلم أداء مدعم إنه أن تقول إن يقوم إن أخبرتك وأن أخبرتك وإذا كان مجموئًا محيث للأسف فكرة zaعادة بكرة أخرى فخرة إلى الأخيرة فلن يعود المرقلة بالإخلاص مغطوه أنه نقرأ الناس رنقاحي للأسف الشديد أن الناس بعد الدعاة يعني يبتلون بهذا الأمر هكذا الأخير هذا لا شك أن كله فتنة والله سوء فتنة فكذلك كان يقول كان يقول نعم ما دخل علي أهد إلا خفت أن أتصنع له أو يتصنع لي والله إن كان ناسي كما نمغ لن نقرأ ولا تقول لن نقرأ هذا الإنسان مصر يعني أحمد بن حما إذا خلق في بيته يقرأ القرآن وإذا دخل عليه شخص يؤوني وفتوفر أعلم يا عبا Abdullah ما تقول لكي كان هناك مغاسم لكي تكون أن يكون كم الشيء أقول عن طريق فكرت كل مغاسم الذي يكون كذلك أن الإنسان يتجنب من الشفر المستطاع إلى ذلك صبيلاً فسرنا نتقوى أن تسرد سرن تنطو مصرن تنطو أن 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 تنطو أنا نتقول ونطو لأن تنطون كاتي حي مصرره ان تنطو وсьى آخر فسرنا نتقوى أن تنطو أن تنطو أن تنطو أن تنطو يساكير على رماء أو رمائك مستقيم ، ومعظم أيام aci Chez الطعام كما أقول م هذه الرجالي و الشرق إنه إضافة فهم يقول الناس كما أحدث إنه وثقيته وثقيته و أحدثيه وثقيته بذلك فلذلك يقول لك الله أحمد بن حمب أنه يريد أن يلقى أحمد بن حمب لأنه يقول لك الله أحمد بن حمب لذاب من أن يقول لك لأنه يقول لك أن القوم كان يكرهون اللقاء يعني المسلم أن يكون سرقة السلاح والسالح فيما لهم ، ويساعدون تلك الله ، ويحسن من أن ي Nerf تأسن . فسلمن ، فرما ، أكبر ، إنه لا يمكن أن يتقوم به ورحم من صحيحه ، ونجمع من حياته ، ونريد وإن اودانه ومن المسبوع محسن ، ، فكان يخافون عنه ، وكان يخافون على عفصه ، لكننا في الاصف الشريط ، فيما سنة ، لا تصريح إذا ، وان ، من اطول ، وانا سوف يريدون أن تسروا وانا تحرروا وانا تسروا وانا تسروا وانا تسروا وانا تتحقوا بحثم وانا يتحقوا بحثم الى الاحرة هذا مشكلة، فتنة عظيمة أحمد بن حنبل كان قالوا انهم مهما عني فلا تتبعوني وانا وردك وكانوا يقولون لكن موكلا سرطة من الكني، سرطة من الحل، سرطة من البرجين، سرطة من النواء ملينون على الناس الله المستعان الله المستعان وكذلك يعني ابو بلال يعني خلاف ابو بلال مشغول بالكتاب والله هذا أحسن شيء كذلك أن الإنسان يربي نفسه على إصلاح السريرة آية سرينة أن نقولون تيتي أن نغنشونك أن نغنشونك أن ندجهات على الإخلاص أن ندجهات ندجهات أن نقدر منه أن النجة أن ننسر أن ننسر أن ننسر أن ننسر وأن تكثير من ذلك يقول سفيان السوري من كانت صريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل سرينة التي يقاند أن نقص في أن دنك ومن خلال الوضع سيكون وعنده سبحانه ومن كانت سريرته شرا من علانيته فذلك الجول سريرته أعرف الدنيا برونتا أبعا أنت فذلك الجول كما يكون لدينا هلاكين فأيقونو إن شاء الله ينسرون منه خلاص مشهول بالخير لكن أبعا أنت نرد ماشرقان تاولا نقبي ماشرقان تاولن نقبي ينقون تكيسي هندمنسو قتل بخير والكوز فيها ومعارف الدنيا أبعا أنت نحن تاولينا وكثيرا في التصويير لن يتقدم بخير لكن لا يوجد أي مني في النهاية في الرجال والسقه هذا لا يوجد فعلا ابن رجل رحيمة الله تعالى في أرضك فهيم ينسر يجب أن يقولي فالله ويأرد أن يتلقى ألا يبقلوني في سورة الملك أتكمره يعني كما ندعو آيك في سورة الملك خشي ربه بالغيب قافره إن الذين يخشون ربه بالغيب دائما أغلق النقم إنما بالغيب إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب فأما أننا قيل النقوي كوتين ما دهاء تابكين جميعا لأننا قل علي رقيب أننا دهاء كروسين لأننا أيضا رب السماوات والأرض أيحسب أن يرى أيحسب أن لا يره أحد لا يره أحد الله يره أحد سبحانه وتعالى دائما فكرة ثابتية سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى السماوات والأرض إن كان يره أحد للأرض سبحانه وتعالى لكن تقول أنه سنحن هناك دائما يبتقن أن الإسلام هذا هو التشريب طبعا طبعا أرادا طبعا فلنسان سينقو ردنا سنرسلنا هل الله يغن فأخذنا أفعل ما شيء فإن الله يراك إنا الله يراك فالله يغن السبحانه وتعالى فكذلك أقول أبداً تذكر المخلصين أن ينظر العبد إلى عقبات الرياء نفسه كثيراً ينتهيه الذي يُحل فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كيبالانجك كيهاجمه كم بلغم ممنك يملح ممنك يملح تنفيقه ورغم الله كيهانتو غارتاين ارواينا لإمني ανنا نفرسلناكو خائمه معكو إمه ولكن الله قرمنا نفرنا ولي إما ولي عند سرونجاك لحفي عند الله براج إنده سبحانه وتعالى فكلفنا الإنسان عليه أن يصاحب معيات الله عز وجل في كل أهواله فعمر رضي الله تعالى كان يقول من خلصت نيته في الحق سليب أن نيانا خلاص التموند ولو على نفسي حرق نني أغايم ميكما أتي كفاه الله ما بينه وبين الناس كفاه الله ما بينه وبين الناس ألا نابقا هم نهوك بيقاب سرنا أكينا سأقولنا مغبي دائما أنا ألا كذا خلاص أكي أنا سروند لكنني أ أفعل م distribuir وأكينا سروند فإن كنا نقرأ منikنا حال صحيح أنت كنت سروند لكن你說 ويعينا سروند سروند لكن nothing أكينا سروند فإن كنا ماذا سبعنا دو تنفي نسرون داني لا يبلقون لأمفسهم شيئان خوغا سرمك خوغا سرمك اللان دا كليا وما بكم من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله خوغا سرمك اجل نبا نعم اجل الله سبحانه وتعالى اللان دا كليا سرمك دو مصيرنا ودو ديها جلون سرونو محرمه قهانا داني فى انغانانا بورسرون الان جانه والدكتية اسو مدود يعني فسرين استخيل انغلال انتناله اهيبه â كيماران انغلال 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 انهم انغلال هم وفقارين كيف كان جميع حقا دانانا كم نعمة فالانسان يعني انبغي ان يعتقل وان يعلم ان الله هو القوي المتين وكذلك يعني حقيقة انغلال ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر